مقبل غير مدبر نال السنوار ما تمنى فأنا أفضل أن أقتل شهيدا عن أن أموت فطيسة من أنا أفضل أن أموت شهيدا على أن أموت فطيسة المقاطع المصورة التي بثها جيش الاحتلال لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثبتت أن الرجل كان يقاتل حتى آخر لحظة من حياته لم يستطع جيش الاحتلال بجنوده وعتاده الدخول إليه بعد أن قتل إلا بعد يوم كامل خشية منه في تل أبيب راح رئيس الوزراء نتنياهو يتباهى بانتصاره الوهمي بمقتل السنوار ويحيي جنوده ومخابراته على الرغم من أن اكتشاف مكان السنوار كان مصادفة الغريب في الأمر أن السنوار الذي قدم ضاجع قادة الاحتلال وشعبه وحلفاءهم أباه إلا أن يستمر في مهمته حتى بعد أن قضى نتنياهو الذي ظن أن اليوم التالي للحرب على غزة قد حال يبدو أنه لم يضبط ساعته لأن مقتل السنوار لا يعني عند المقاومة أن الأمر قد انتهى دعما لنتنياهو وصف الرئيس الأمريكي الذي يزور ألمانيا مقتل السنوار باليوم الجيد ودع المقاومة إلى إلقاء السلاح وعلى درب ضيفها طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أن لنا بيربوك حماس بالإفراج فورا عن الرهائن وإلقاء أسلحتها وكأن المقاومة هي السنوار وكأن القضية مقتله فلو كانت الإغتيالات نصراً لانتهت المقاومة ضد الإحتلال منذ اغتيال الشيخ عز الدين القسام